احنا بنتكلم عن حصاد عشرين تلتة وعشرين فالحقيقة كل المصريين المتغربين وحقوقهم ووجباتهم كمان تجاه دي البلد كان شيء مهم جدا ان احنا نتكلم عنه ويمكن طول الوقت كل المتغرب في بلد بيبقى ليه التطلعات معينة تكون موجودة في بلد ودي الحقيقة حقوق وازاي ان انت تخلي المصريين في الخارج دولة كنز تقدر الدولة تستفيد منهم وهم كمان يكونوا حاسين بتمن لغربتهم دي لايه اكيد غربة مر عليهم كلهم وطول الوقت بيبقوا منتظرين اليوم اللي حيرجعوا فيه يعيشوا في مصر ومستقرين وما يبقوش عندهم المشاكل اللي هي يعني بعد الهجرة علشان كده يمكن وزارة الهجرة دايما بتشتغل على الملف ده واعتقد ان كان فيه مكتسبات كتير لصالح ابناء مصر المقيمين من مختلف دول العالم في عشرين تلاتة وعشرين وقوانين كتير اتعملت ويمكن كان حديث لكل المصريين بالخارج والسوشيال ميديا حتى المصريين في الداخل كانوا متابعين ما يحدث خلينا نشوف مع حضرتكم هذا الملف وما تم فيه ملف المصريين في الخارج في عشرين تلاتة وعشرين من مكتسبات مع الدكتور صبر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي مساء خير على حضرتك مساء خير أهلا بيك يمكن زي ما بنقولك دايما انه مسألة المصريين في الخارج وقد ايه ده كنزة ممكن الدولة تستثمره بكل يعني قطاعاته علشان نقدر ان احنا هنا في مصر نستفيد من ابنائنا المهاجرين وهم كمان يكونوا محققين اقصى استفادة من غربتهم دي ايه ابرز المكتسبات من وجه نظرك يعني اشتغلك عليها وزارة الهجرة في عشرين تلاتة وعشرين لابناء مصر المقيمين بالخارج تمام خلينا نقول نهنيهم ونهني المصريين كلهم بالعام الجديد والعرص الانتخابي اللي كانوا هم بداية يعني الانطلاق فيه والتحفيز على المشاركة الايجابية بقوة خلينا برضو نقول ان بنعتبر عام عشرين تلاتة وعشرين عام المصرين في الخارج كم الاستجابة لطلباتهم واللي تم تقديمه من خدمات كانوا هم بيطالبوا بيها على مدار سنوات كتيرة جدا بتكاتف من جهود الدولة وبجهود من سيادة الوزيرة سواء جندي ان هي تنصت مع كل الوزرات وطبعا بتكليفات رئيسية وبالتوجهات قوية من دولة رئيس الوزراء اتعاملت منظومة كاملة لخدمات المصرين في الخارج وخلينا نقول ان عام تلاتة وعشرين تم اطلاق العديد من المشروعات او المبادرات بتحقق مكاسب كتير المصريين في الخارج انا كنا لسه بنتابع مع حراكه في البرنامج ان وزارة الخارجية بتعلن عن المبادرة تسوية المواقف التجميدية للشباب المصري في الخارج ويدوت بيستفيد منه قطاع كبير جدا من المصريين في الخارج وكان فيه مطالب اعادة العمل بيها كذلك المبادرة القائمة الخاصة بقانون تأسير استراد السيارات المصريين في الخارج ممكن التجنيد والعربيات دي كانت نقطتين فريقتين بالنسبة لكل الاسر اللي متغربين عشرات السنين بيطلبوا بيها لكن بتكاتف الجهود حاليا تم تقدمها وبافضل المزايا يعني مبادرة استراد السيارات ده كان حلم كبير المصريين في الخارج في كافة الدول وخاصة دول الخليج وخلينا نقول ان الموضوع لما بيتم بيبقى ليه تسلسل كبير جدا وجهود كتيرة يعني المبادرة بتاعت السيارات والقانون حصل عام 22 وتم تعديله وبناء على طلبات برضو المصريين في الخارج واعترادهم على بعض النقاط والمزايا كتيرة بالزبط يا فندم فعشان كابل نقول ان هو تفعلي وهنا دي مرونة في السياسات لانه انا في الحقيقة في النهاية عايز احقق الهدف في انه انا عايز دخل عملة صعبة للبلد والمصريين في الخارج مصدر لده وفي نفس الوقت هما يستفيدوا وانيسر الامر عليهم بالصبت يا فندم وذا بيوضح لنا انه بقى فيه اسلوب جديد فيه تكامل وفيه استجابة للمطالبات ودايما فيه عرض على المطالب واجاد افضل الحلول لتلبيتها ومبادرة استرات السيارات حصل زي ما السيادتك اشارت ان فيه تعديل وتخفضات تمت للمصريين اللي هما لا تنطبق عليهم زيرو جامارك او اللي هي الفئات الدولية وبالتالي وتعديل فئاتها فده كان حلم كبير واجي لسه مكملين في تحقيقه